امبارح كان اليوم الاول من انتخابات المصريين في الخارج شفنا جميعا مشاهد استفاف المواطنين امام السفارات والقنصليات المصرية في الخارج الحقيقة مشاهد تدعو للفخر حجم الحشود كانت كبيرة جدا حالة من الاصرار على المشاركة والتصميم من جانب مواطنين في الخارج خصوصا التصميم ده كان متجسد بشكل كبير في دول الخليج العربي اللي بتستحوذ على اكبر جالية مصرية في الخارج اليوم الاول من التصويت امبارح اننا مؤشرات بتأكد على ارتفاع نسبة الاقتراع والتصويت وفعلا زي ما قلت يا محمد دول الخليج العربي استحوذت على نسب قوية من المشاركة والتصويت وده لان معظم الاجازات هناك بتكون يوم الجمعة ده بيدينا مؤشرات ان نسب المشاركة للمصريين في الدول العربية حتزيد في نص اليوم النهاردة والغاية يوم الحد واللي بتأكيد حيكون برضو اجازة رسمية في الدول الغربية المشاهد اللي احنا شفناها امبارح وكلنا تابعناها عبر الشاشات اللي بتأكيد ايضا النهاردة هتكون هي المشهد المستمر بتأكد لنا اكتر من حاجة بتأكد ان المصريين في الخارج مش بعيد عن اللي بيحصل في البلد من بناء المشروع الوطني المصري كمان بتأكد لنا ان المصريين اللي عايشين بره شايفين حجم التغيير اللي حصل ولمسين التغيرات اللي طرأت على البلد وان المصريين كمان المقيمين في الخارج مدركين تماما لقضايا وتحديات بلده حقيقي فعلا المصريين المقيمين خارج مصر عارفين ومقدرين حجم التحديات والمخاطر اللي بتواجهها مصر ويمكن كان اخرها صمودها قدام مخطط تصفية القضية الفلسطينية بتهجير الفلسطينيين لسيناء كل دي عوامل وراها ارتفاع نسب المشاركة والتصويت في القنصليات والسفارات المصرية في الخارج مرة تانية بنصبح على حضراتكم حنكون موجودين معاكم على مدار حلقتنا صباح الخير يا مصر